ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتعمل جولة افريقية بدأت يوم الاثنين الماضي هي جولة خارجية لها في قارة افريقيا المفروض انها تزور فيها اربع دول بدأتها بغانا وحتروح ايضا كينيا وحتنتهي في القاهرة ده خلال هتكون موجودة مفروضة في القاهرة خلال ساعات دي بتعد الجولة الاولى لها واول رحلة فردية لها كسيدة اولى وحتقود خلال جولتها حملتها بي بست وده بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يو اس ايد بتجري فيها سلسلة من اللقاءات في كل الدول اللي حتظرها هي دي طبعا لقطات لها بس خلوني يقول لحضراتكم على تعليق كده كنت قريته النهاردة على تويتر حض يعني اعتقد من الاسم كده ممكن يعني اجنبي ممكن يكون امريكا او حاجة كان حاطت تعليق على صورتها وهي في غانا انه يعني هي كانت في غانا وبتزور اطفال يعني غانا افريقيا وطبعا اطفال هناك صمر يعني ذوي بشرة صمراء فكانت بتهديهم بألعاب وعرائس الألعاب والعرائس دي كانت بيضاء فيعني الشخص ده كان بيعلق بيقول يعني انت بتهدي اطفال صمر اطفال دولة افريقية صمراء بتهديهم عرائس بيضاء ام لا لانه طبعا هي ميلانيا ترامب هي السيدة الاولى يعني هي زوجة رئيس الولايات المتحدة الامريكية فطبيعي انه اي حاجة في جولة خارجية لها ودي زي ما قلنا اول رحلة فردية لها طبيعي انه كل حركة وكل خطوة تعملها هيكون عليها سبوت جامد من الميديا والاعلام بس شوفوا حضرتكم بركزين قد ايه تعالوا نرجع مرة اخرى الى خبر البنك الدولي وتوقعات